السنة اللي فاتت كندا استقبلت أكتر من 32 ألف عامل في مجال الكمبيوتر والتكنولوجيا والسنة دي واللي بعديها هتستقبل أكتر أنت ممكن تكون واحد منهم كندا بيجي لها طلبات من كل دول العالم كل سنة وبترفض منهم حوالي 90% لعشر في المية اللي بيتقبلوا بياخدوا بالهم من حاجة بسيطة جدا وهي إنهم يقدموا على البرنامج الصح ويكونوا منظمين ويكون عندهم المعلومات الصحيحة وده اللي هنشرحه في فيديو النهاردة قبل ما أقول لك إيه هي التلت وظايف في مجال الكمبيوتر والتكنولوجيا اللي كندا هتموت ويجيبه فأسرع أولا لازم الأول أوضح ليك شوية بس ما تنساش إني بوضح لك والباقي عليك لازم تعرف إن في منافسة كبيرة جدا ما بينك وما بين ألاف تانية وعايزك كمان تعرف إن المرتبات هذا المجال هنا في كندا ممتازة ولكنها مش زي أمريكا فأمريكا هتاخد 30% أكتر وده لسببين؟ السبب الأول هو فرق العملة والسبب الثاني هو حجم السوق الأمريكي الأكبر اللي فيه عرض وطلب أكتر والسبب الثاني هو السبب الرئيس اللي خلى كندا مؤخرا تتجنن في موضوع وظافة التكنولوجيا والكمبيوتر بالذات السنة اللي فاتت إدارة الهجرة الكندية عملت حركة من تحت الترابيزة عشان يدخلوا 10 تلاف واحد من العاملين في مجال الكمبيوتر بالذات والتكنولوجيا لكندا وفيه ناس شافت إن كندا سرقتهم من أمريكا بقولك الموضوع نار طبعا أنت دلوقتي تحمست وحاسس إن فيه أمن وعايز تعرف إيه هي الخطوة الجاية تماما الأول نعرف إيه هي البرامج وبعد كده نعرف إيه هي الوظائف وما تخافش لو وظيفتك مش فيهم عادي ولو أنت لس صغير ومشتغلتش أصلا برضه عادي لأن دي وظائف ممكن تعلمها مع نفسك بس لازم تفهم إن كندا مش هتقبل بحد مستوى نص نص لازم تكون حد مستوى قوي ويقدر ينافس على المستوى العالمي مش المحلي فيه 6 توري تدخل بيهم كندا كعامل في مجال التكنولوجيا رقم واحد اكسبرس انتري رقم اثنين البي ان بي رقم ثلاثة البي سي بي ان بي رقم اربعة كيبك سكيلد رقم خمسة اتلانتك ايميغراشن ورقم ستة ستة ستارتب أخر واحدة هي أصعابهم وتحتاج لحد عبقري ومبدأ لو عندك اختراع ممكن يتعمل منه منتج وستارتب هيدخلوك هنا بسرعة جدا بس الموضوع ده محتاج تمويل وشوية حاجات كده فمش هنتكلم عن نقطة دي أول واحدة معروفة لأي حد مهتم بالهجرة لكندا هو برنامج تجميع نقط ومعمول لجميع الوظائفة مش التكنولوجيا فقط بس في جزئين فرعيين مخصصين لمجال الكمبيوتر يعني ركز كويس قوي لما تيجي تقدم التاني والتالت والرابع والخامس هم الأهم بالنسبة لنا لأن دول مخصصين لمقاطعات معينة المقاطع عايزة تجيبك عشان تفيد نفسها أولا الكندا ثانيا يعني هتحب تجيبك بسرعة جدا الخطوة الثانية نعرف ايه هي الوظائف المطلوبة بس قبل ما نتكلم فيها في حاجة مهمة جدا لازم نذكرها وانت ينفع تقدم على اي وظيفة كده في كندا وانت مش عايش جوا كندا الإجابة لا أنا عارف الكلام ده كويس قوي لاني مسجل شركة هنا ممنوع الشركة تدخل اي حد كندا إلا بعد ما تثبت ان هي عرضت الوظيفة دي جوا كندا لفترة محترمة حوالي 6 شهور ويكون مجالهاش حد مناسب ساعتها بس تقدر تقدم الوظيفة تحت ال ال ام اي اي وده السببين واحد تقليل البطالة جوا كندا اتنين توفير فلوس الحكومة الكندية هتتفحها على المهاجر ايوه كندا عايزة تجيب مهاجرين في مجال التكنولوجيا ما اختلفناش ولكن الافضل لي انها تبدأ باللي موجود هنا الاول منطقي ولكن لسوق حدهم وحسن حظك اللي موجود في البلد موش كفاية بس ده معناه انك انت لازم تعرف هتدور فين على الوظائف المعروضة وده اللي هوريهو لك المهاردة هوريك ايه هي المواقع الموثوقة اللي بينزي عليها الوظائف من النقدة وظائف ال ال ام اي 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 بس الاول تعاني اتكلم على اكتر تلت وظائف مجال التكنولوجيا مطلوبة حاليا في كاندا الوظيفة الرقم 3 هي Cyber Security دي متوسط الدهر السنوي لها هو 114 ألف دولار سنويا أكتر مقاطعة متطلوبهم هي مقاطعة Ontario الكود بتاعها إوعى تنسى NOC Code 21220 الوظيفة الثانية هي Dev Ops Engineer هاي دي الناس بتعمل عملية تبسيط عمليات تسليم البرامج هم اللي بيقوم بأتمتة المهام وتنفيذ جميع خطوط التوصيل المستمر أو Continuous Integration Continuous Delivery نازي بقت مطلوبة جدا والمرتب السنوي الأفريج بتاعهم المتوسط في كاندا هو 135 ألف دولار كاندي سنويا أكتر المقاطعات المطلوبة فيها وظيفة الDev Ops Engineer هي Alberta Manitoba Newfoundland Nova Scotia Ontario Saskatchewan Quebec يعني تقريبا معظم لما كانش كل مقاطعات كاندا ودي بقتي وقت الوظيفة رقم واحد وهي Data Analyst طبعا في مجال تطور البيانات والبيك دارا والAI إلخ إلخ الناس دي مطلوبة جدا 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 ودائما بتلاقي كامعات كتير قوي بتقدم ديبلومات بتبقى أقل من سنة لازاي تكون Data Scientist متوسط المرتبات لهذه الوظيفة هو 120 ألف دولار سنويا وأكتر المقاطعات هي ألبيرتا ونتاري وطبعا معروف أن هذه الوظيفة هي الناس اللي بتحاول تعمل تحليل البيانات وتحليل الData عشان تطلع منها بقرارات مهمة ومفيدة طب والبرمجة قبل ما أقولك عن أكثر تخصصات البرمجة المطلوبة هنا خليني الأول أقولك على حاجة دي وظيفة بونس جديدة ولكن بدأت تنتشر بسرعة الساروخ خبير ذكاء استنام أو AI Specialist هي واخد نفس الNOC بتهاعد Data Analyst لأنهم مرتبطين جدا ببعض ولكن دي تختلف عن الأولانية إن هي عايزة حد مركز قوي في جميع أنواع الAI الجديدة وبيعرف يتعامل معهم كميع أنواع الAI Models أنا شايف مستقبل كبير جدا لهذه الوظيفة لأن كل ما المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة تستخدم AI أكتر كل ما يكون لها طلب كبير جدا بخصوص البرمجة خليني أقولك أي أكتر تخصصين مطلوبين هنا هي الWeb Development بصفة عامة Full Stack of Front End Engineer بصفة خاصة وال Machine Learning Software Engineer تاني بنرجع للAI وأي حاجة ليها علاقة بتعلم اللي أنا وال Machine Learning الاثنين دول أكتر حاجات مهمة جدا لو أنت بتشتغل في هذا المجال أو عايش تخش في هذا المجال فأنت هكون مطلوب جدا 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 طب دلوقتي عرفتنا البرامج وعرفتنا الوظائف وذكرنا أن فيه لستة من المواقع الموثوقة بينزل عليها الوظائف اللي ممكن أقدم عليها تعال نشوف إيه هي المواقع دي ووريك إزاي تعرف تعمل بحث لوحدك عليهم ده موقع الحكومة الكندية اللي بيتعرض عليه الوظائف المطلوبة أنا هساب اللينك تحت في السندوق الوصف ممكن تخش تشوف إيه الموجود فيه كمثال هنا بيتظهر لك الوظيفة مكتوب الـ NOC نمبر بتاعها عشان تعرف إيه المطلوب وبيشرح لك ما هي الوظيفة إلخ إلخ فأنت المواقع ده بتعرف تطلع من عليه كل المعلومات عن الوظائف طيب هنا في المواقع التاني اللي هو jobbank.ca ده اللي بينزل عليه الوظائف الحالية الموجودة كمثال دلوقتي هلقيت وظيفة front-end developer معروضة بيقول لك هنديك من سبعة هنديك 37 دولار في الساعة والشغل لمدة 30 ساعة في الأسبوع انت حسبها بنفسك هتطلع عدد إيه ومكتوب هنا هذا يعني معناها الراجل ده مستعد يعين أي حد من برة يتعرف إن المدينة مدينة برامتون في أونتاريوم جنبنا هنا مش بعيدة حوالي ساعة من عندي يعني ده مثال طبعاً أنت لازم تقوم بالدور اللي عليك بس خد بالك قوي من حتة L-M-I-A لأن دي أهم حاجة في الموضوع كله طب لو أنت حاس إن السيفيو بتاعك مش قد كده ومحتاج مراجعة محتاج يتزبط شوية تعمل إيه؟ في منتديات على النت كتير جداً للهجرة ولو أنت روحت هناك ورفعت السيفيو بتاعك هيساعدوك كتير جداً ولكن معظمها المفيدة بجد بيكون باللغة الإنجليزية وغير كده أنا عملت خدمة ممتازة جداً لديكم وهي مراجعة السيفيو هترفع السيفيو بتاعك وتكتب شوية معلومات عن الوظيفة اللي أنت عايزها هراجع السيفيو بنفسي هرد عليك بتسجيل بصوتي بشرح لك فيه إيه اللي المفروض يتعدل اشتركوا في القناة